حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تفشي الأمراض شرقي البلاد بعد كارثة الفيضانات وذكرت البعثة أن هناك تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة في البلاد تستجيب للكارثة وتعمل على منع تشهر الأمراض التي يمكن أن تتسبب أزمة مدمرة ثانية في المنطقة مبينة أن منظمة الصحة العالمية أرسلت 28 طن من الإمدادات الطبية إلى الدولة المنكوبة